في رمالة ضياء حشية في الأثناء أيضا تشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدن الضفة. ما حجم هذه الاعتقالات ضياء ومن طالت؟ لنا فعليا 17 معتقلا هذا اليوم تم اعتقالهم على يد قوات كبيرة من جيش الاحتلال التي اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية هذه المناطق طالت مدن مدينة رمالة، الخليل، نابلس بيت لحم، قلقيلية حتى أيضا مدينة القدس المحتلة أربعة معتقلين ستة معتقلين تحديدا خلال اقتحامات المستوطنين تم اعتقالهم من بينهم أيضا حارس للمسجد الأقصى المبارك. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن أكثر من 2400 حالة اعتقال منذ بداية العام حسب إحصائيات رسمية. نصف هؤلاء المعتقلين فقط في مدينة القدس المحتلة. لكون الهجم أكثر وحجم أيضا لربما النشاط الذي يقوم به الفلسطينيون في مدينة القدس اتجاه اقتحامات المسجد الأقصى المبارك. وباتجاه أيضا العنصرية الإسرائيلية في مدينة القدس معرضون للاعتقال. كانت سلطات الاحتلال أيضا استدعت نائب محافظ القدس عبدالله الصيام. وأيضا اعتقلت شادي مطور أمين سر حركة فتح في مدينة القدس من أمام المحكمة التي كانت تعقد لمحافظ مدينة القدس عدنان غيث. إضافة إلى ذلك تم أيضا اعتقال أمين سر حركة فتح في بيت حرينة عامر غرابل بالإضافة إلى إياد بشير. أمين سر حركة فتح في جبل المكبر. أيضا جر اعتقال لخمسة فلسطينيين في مدينة نابلس. وهم أسرى محررون. تحديدا من بلدات سالم ورجيب في نابلس وتل. وأيضا عمليات الاعتقال. أيضا طالت منطقة أو قرية دير أبو مشعل غربي مدينة رامالله. كل هذه الاعتقالات هي اعتقالات يومية واقتحامات يومية. يشنها الجيش الاحتلال الإسرائيلي. لاعتقال النشطاء الفلسطينيين. لكن أبرز المعتقلين هذا اليوم كان هو الناشط ومنصق فجرا تم خلع الباب واقتياده من بين أطفاله مكبلة ليدين ومن ثم اقتياده. هذه الحركة كانت شكلت على مدار سنوات كبيرة. مصدر إزعاج وقلق لإسرائيل. ولا زالت حتى الآن. تسببت لإسرائيل بخسار بمليارات الدولارات. حتى أنها نجحت في وقف شركات أجنبية تعمل في إسرائيل. استطعت هذه الحركة أيضا أن توقف عدد من البضاع المستوطنات في خارج الأراضي الفلسطينية في دول أوروبية وغيرها من الدول. ولكن إسرائيل أيضا رصدت. كانت رصدت مليارات الشواكل على وجه التحديد لمحاربة هذه الحركة التي تسببت لها بأضرار كبيرة جدا. وأيضا جندت كل السفرات لديها دبلوماسيا لوقف أعمال حركة مقاطعة إسرائيل. التي لازلت حتى الآن هذه الحركة تقوم بواجبها. وإن كان فلسطينيين أو إن كان أيضا في دول أخرى. حتى أن الحركة ليس فقط القائمون عليها فلسطينيين. بل هناك أحرار في العالم يقومون على هذه الحركة. ويقومون على مقاطعة إسرائيل. وفرض حصار شامل عليها نتيجة احتلالها الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا لك. مرسلنا من رمالة ضياء حش. ح prettier شكرا جزيلا لك. ترجمة نانسي قنقر